موسيقى الرئيس المصري يؤكد أن تفجير الكنيسة البطرسية نفذها انتحاري موسيقى الولايات المتحدة تعلن إرسال 200 عنصر عسكري إضافي لسوريا موسيقى الجيش السوري يعلن إرسال تعزيزات إضافية لتدمر بعد عودة داعش إليها موسيقى دشرة الأخبار من أكاديمية فوكس للإعلام أهلا بكم قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن منفذ حادث تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة والذي أودى بحياة 24 شخصا كان انتحاريا يرتدي حزما ناسفا وأكد السيسي أن قوات الأمن المصرية قبضت على أربعة أشخاص بينهم سيدة على صلة بالحادث مشيرا خلال تشيع الضحايا إلى أن السلطات تبحث عن شخصين آخرين هاربين متورطين بالتفجير موسيقى أعلن وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر أن بلاده سترسل نحو 200 عنصر عسكري إضافي إلى سوريا للمشاركة بمعركة الرقا وأضاف كارتر أن القوات الإضافية ستشمل عناصر في قوات العمليات الخاصة سينضمون إلى 300 جندي أمريكي يشاركون في عمليات تجنيد وتنظيم وتدريب وتقديم المشورة للقوات المحلية السورية التي تقاتل تنظيم الدولة أعلن الجيش السوري أنه أرسل تعزيزات إلى مدينة تدمر حيث وصل مسلح داعش إلى مشارفها بعد أن فقد التنظيم سيطرته على المدينة التاريخية قبل أشهر وقال الجيش في بيان أن التنظيم سيطر على مناطق الشمال الغربي والجنوب الشرقي من تدمر وإن الاشتباكات مستمرة وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هجوم داعش على تدمر أسفر عن مقتل عشرات الجنود السوريين نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير رئيس الوزراء الفرنسي يطالب بتمديد حال الطوارئ أهلا بكم من جديد طالب رئيس الوزراء الفرنسي برنارد كازانوف بتمديد حال الطوارئ حتى الخامس عشر من يوليو مشيرا إلى أن السلطات أحبطت سبعة عشر هجوما في البلاد منذ بداية هذا العام وأضاف كازانوف أن البرلمان سيصوت على مشروع قانون بهذا الخصوص الأسبوع المقبل يشار إلى أن فرنسا تحت حال الطوارئ منذ الهجمات الدامية التي شهدتها باريس في نوفمبر من العام الماضي قتل خمسة أشخاص شمال شرق بلغاريا بانفجار غاز في قطار شحن يحمل مواد كيموية وأعلنت السلطات البلغارية أن نحو عشرين مبنى دمر بسبب الحادث فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين تحت الأنقاض في الختام تذكير بأهم العناوين الرئيس المصري يؤكد أن تفجير الكنيسة البطرسية نفذه انتحاري الولايات المتحدة تعلن إرسال مئتي عنصر عسكري إضافي للسوريا الجيش السوري يعلن إرسال تعزيزات إضافية لتدمر بعد عودة داعش إليها بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا www.focusacademy.tv شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء